عزيزي طالب السنواء العامة خدنا في الوحدة الأولى زمن past perfect زمن الماضي التام وعرفنا استخداماته وعرفنا الروابط الزمنية اللي بتيجي معنا عرفنا الروابط اللي بيجي وراها past perfect ماضي تام وعرفنا الروابط اللي بيجي وراها past simple يعني ماضي بسيط وعرفنا الروابط اللي لها تركيبات معينة شكل till and until وكمان عرفنا روابط شكل no sooner than hardly win and scarcely win بس يطرى لو انا جبتلك الجملتين دول وقلتلك حلهم لي يطرى حلك هيكون ايه هسيب لك شوية تفكر وتعال نشوف الاجابة هاتي بقى طبعا لو لاحظنا هنلاقي ان هو مديني جملتين بيعبرو عن تعاقب احداث في زمن الوصف الماضي ولكن مش مديني اي روابط وفي الحالة دي لازم ارجع الجمل دي لاصلها واعرف ايه هو الحدث الاول وايه هو الحدث التاني ويطرى الحدث اللي موجوده قدامي ده كان مبني معلوم ولا مبني مجهول لان بناء على كده انا هختاري الاجابة لو لاحظنا في الجملة الاولى المفروض ان انا بعمل الواجب وبعدين انام يعني المفروض الجملة اصلها بعد ما عملت الواجب انا نمت يعني اصل الجملة كان تاني وفي حالة ان الرابط بتاعي بيكون والجملة اللي وراها مبني معلوم قال لي هنا ممكن اشيل وكمان السبجكت الفعل وكمان كلمة هات وابدى على طول بالفير بلاس ويدينا نفس المعنى فعشان كده في الجملة دي هختار وقول اما في الجملة التانية فالمفروض المعنى بيقول لي ان بعد ما العربية تصلحت ما بقتش تستهلك بنزين كتير يعني لو انا هرجع جملة دي لاصلة فالمفروض ان اصل الجملة بتاعته هنا هيكون هنا هلاحظ ان افتر دي وراها صغة مبني مجهول في الماضي التام وفي الحالة دي بشيل افتر وكمان المفعول به معها هاتبن وبجيب على طول الباس برتسبول يعني التصريف الثالث فابدى الاختياري بتاعته هيكون وبكده هنقدر نقول ان هو ممكن يشيل رابط اللي بيجو وراها الحدث الاول للماضي التام ويجب لي a verb plus ing اذا كان الكلام مبني معلوم او يجب لي a post participle تصريف الثالث اذا كان الكلام مبني مجهول thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and n don't forget the bell so that you can watch all our episodes goodbye salam alikum اشتركوا في القناة